السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإعزائي طلبة وطالبات التعليم الفني الصناعي والزراعي أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات مادة الفيزياء للصف الأول الحلقة السابقة تناولنا فيها الحركة وتكلمنا على الحركة وعرفناها وقلنا أن هي عبارة عن تغير لموضع الجسم مع مرور الزمن يعني بعد فترة زمنية الجسم هل يغير من موضع كمان اتكلمنا على أنواع الحركة وعرفنا أن احنا عندنا حركة انتقالية وحركة دورية الحركة الانتقالية هي حركة في خط مستقيم ولها نقطة بداية ونهاية بينما الحركة الدورية درسنا لها أو أخذنا لها أربع أمثلة الحركة في دائرة والحركة الدائرية والحركة الاهتزازية والحركة الموجية في كلامنا مع الحركة اتكلمنا كمان عن معادلات الحركة وأخذنا لها قوانين وكمان أخذنا حيك تسمى معادلة الأبعاد في خلال معادلة الأبعاد أو معادلات الحركة تناولنا بعض الرموز الخاصة بمادة الفيزياء واللي هتكون مستمرة معي طول العين وكذلك هنتعرض عليها معها في حسة النهاردة أو في درس النهاردة فالأمر مش هيبقى غريب علينا زي إيه؟ زي إن إحنا قلنا إن أنا الكميات الفيزيقية اللي عندي زي القوة، السرعة، العجلة الحاجات دي أنا هتعامل معيها في كل الدروس بتاعتي وأخذنا ليها رموز الرموز دي جات منين؟ شرحناها بالتفصيل وقلنا مثلا هقول مثال كده إن إحنا كنا بنقول إن الكتلة اسمها بالإنجليش ماس فإحنا بناخد الحرف الأولاني من الكلمة بالإنجليش فأنا حعبر عن الكتلة بحرف الام لما أجي أتكلم على القوة بقول القوة اسمها فورس فهو بالتالي أنا باخد حرف الاف اللي هو بيمثلي القوة يبقى لو بصير في أي معادلة ولقيت حرف الاف خلاص أنا عرفت إنه هو هنا بيتكلم على القوة معادلة الأبعاد دي عبارة عن صيغة رمزية بتوضح لي الكمية اللي عندي تحتوي على قد إيه من الكميات الأساسية إيه هي الكميات الأساسية؟ الكتلة طول الزمن وإحنا بنتكلم على الحركة ومعادلاتها حنتكلم على القوانين اللي اتكلمت على الحركة كثير من العلماء درسوا في الموضوع ده زي جاليليو جاليليو كان المنحك بتاعه منحك تجريبي يعني بيحب يجرب بأيديه فجاب شكل منحنى وبدأ يمرر الكورة على أحد المنحنيين فيطلع على المنحنى التاني زي ما هنشوف مع بعضينا فلاق إن الكورة ما بتفقدش سرعتها زي ما بنفس السرعة نزلت من المنحنى الأولاني بتطلع على المنحنى التاني بدأ يقول طب لو أنا فردت المنحنى ده شوية قللت عملت لانحناء لغاية ما المستوى التاني بقى على سطح مستوي فإن الكورة هتفضل ماشية بنفس سرعتها دون توقف طالما السطح ده غير محدود الكلام ده كلام علمي لكن لما نيجي نطبقه على أرض الواقع هلاقي العملية فيها اختلاف هنا بقى النقطة بتاعة الفرضيات أنا بفترض حاجة لكن ممكن أو في الطبيعة الأمر يختلف عن الكلام اللي أنا بقوله هل الكلام اللي أنا بقوله صح أو غلط هنا بقى بيتدخل بعض العلماء اللي بيدرسوا نظرية الموجودة ويقوله مدى دقتها مدى توافقها مع الواقع أو لو كانوا لقوا فيها اي نقطة خلل بيقوله الخلل ده جاي منيه طبعا في الواقع بتاعنا استحال ان انا يكون معايا كورة وابدأ احركها فالكورة دي تفضل تستمر في الحرقة الى ما لا نهاية لو انت شدت كورة برجلية كده هتلاقي ان الكورة بعد فترة حصل لها ايه بدأت سرعتها تتناقص وفي الاخر هتتوقف نهائي هل جليليو كان بيتكلم خلط لا جليليو ما كانش بيتكلم خلط جليليو كان بيعمل وقع افتراضي وقال لك في حالة غياب القوة طب ما الكورة مشى هي محدش جي ناحيتها لا الكورة وهي مشى كانت بتعمل ايه كانت بتعمل عملية احتكاك مع الارض هذه القوة قوة الاحتكاك دي هي اللي بتأثر على سرعة الكورة وبالتالي بتبدأ تدعالها تتباطى بصورة يعني تدريجية حتى في النهاية الامر ان هي بتتوقف اذا هو قال في حالة غياب الكورة جتنا بقى العالم نيوتن نيوتن من اكتر العلماء اللي اثروا الفيزياء بكثير كثير من القوانين وقوانين مهمة وزي ما قلنا الفيزياء علم الطبيعة مرتبط بحياتنا فنيوتن بقوانينه فصر لنا زواهر كتيرة بتحصل في حياتنا اليومية نيوتن بدأ يحط القوانين بتاعته السنة دي حضرتك هتدرس ثلاث قوانين لنيوتن هنتعرف عليهم وكمان هناخدهم بالتفصيل ونشوف النهاردة ان شاء الله ناخد القانون الاولاني بصورة مفصلة ونبدأ ان احنا نفهم العلماء دول العامل ومجهود قد ايه عشان يوصل لنا المعلومة دي يلا بينا نشوف مع بعضنا كده الكلام اللي احنا بنقوله دوت بصورة عملية على الشاشة قوانين نيوتن كانت مترتبة على تجارب العالم جاليليو جاليليو قال ان انا لو عندي سطح منحني كده الكورة بدأت تنزل هتطلع على المنحنة التاني بنفس الصورة عدونة انتف كده وبناء علي قال كده انا السطح المنحني بتاعي اهو لو تلعد كده طيب لو انا عملت فردت المنحنة هتبقى هتوصل لمسافة اكبر طب لو انا عملتها بصورة اكبر هتروح لمسافة اكبر سطح التاني قبل ان تتوقف تعالوا نشوف الكلام ده ادي السطح بتاعي الاولاني ادي الكورة نزلت ادي السطح التاني قللت اللي انحنة بتاعه او المل بتاعه شوية فالكورة وصلت لمسافة ابعد ورجعت مكانها تاني حيبتق يشوف لو انا السطح المنحني ده بدأت اقلله لغاية ما هيوصل للمستوى الارضي يعني كل ما بقلله بالتدريج زي ما احنا شايفين كده هقلل هقلل لغاية ما روح لغاية المستوى الارضي ايه لا يحصل للكورة جاليليو افترض ان هذه الكورة سوف تنزل من المنحنة الاولاني وتفضل على الخط المستقيم الى ما لا نهاية بفرض ان هذا الخط غير محدود يبقى توقع جاليليو انه عندما يصبح السطح افقيا هتتحرك الكورة عليه في خط مستقيم بنفس السرعة الى ما لا نهاية بفرض ان السطح ده غير ايه غير محدود طيب ادي الكورة ومشي ومشي كده في الممر وما فيش عدم احتكاك قالص فسرعتها تبقى V1 VD يعني السرعة وتفضل على طول V1 ما بيحصلش فيها اي نوع من انواع الحركة وتتحرك بسرعة ثابتة طيب تعالوا نشوف ده في الحقيقة ادي لعبة كورة حيشوت الكورة ايه اللي هتحصل هتمشي 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 هتتباطق تتباطق وفي الاخر هيحصلها ايه هتقف يبقى اذا دلوقتي كلامك يا جاليليو في نوع من الخطأ لا احنا قلنا نفيه هنا قوة احتكاك بالايه بالارض جاءنا بقى من العالم نيوتن هذا العالم اللي افرق الفيزياء بالكثير من المواضيع نيوتن من العلماء اللي درسوا او حطوا قوانين في الحركة قدم لنا تلات قوانين قوانين نيوتن للحركة القانون الاولاني اللي بطلق عليه اسم القصور الزاتي القانون التاني لي صيغة رياضية اللي هي F بتسوي M في E انا هنا استعملت الحاجات بتاعتي الرموز القانون التالت لكل فعل رد فعل وحندرس التلات قوانين مع بعضينا خلونا بقى نبدأ مع قوانين نيوتن ونبدأ مع القانون الاول لنيوتن قانون نيوتن الاول بيكلم على نفس الكلام اللي قاله جاليليو قانون نيوتن الاول اللي هو بسميه قانون القصور الزاتي بيقول ايه بقى نص القانون زي ما هنشوف دلوقتي كده معايا بعضينا نص القانون بيقول يبقى الجسم الساكن ساكنا ويبقى الجسم المتحرك في خط مستقيم متحركا بسرعة منتظمة ما لم تؤثر عليه قوة خارجية تغير من حالته اذا هو قالك الجسم الساكن يبقى ساكن والمتحرك يظل متحرك وبنفس السرعة بتاعته بس حط شرط ان لم تؤثر عليه قوة خارجية بتغير من حالته طيب الجزء الاولاني من القانون قد يكون ايه مقبول الجسم الساكن ساكن ساكن انت دلوقتي لو انت في البيت عندك وحطيت الكتاب وقلعت مثلا الترنج بتاعك وبتغيره دوء من المدرسة فحطيت الترنج على السرير لو ماما ما دخلتش روائت قطة حيفضل الكشكول بتاعك والكتب بتاعتك مكانها وهيفضل الترنج بتاعك على السرير ما لم ماما هتدخل يبقى جي قوة خارجية هتشيله من مكانه عشان تروع لسيادتك قطة يبقى جي قوة خارجية حرقته لكن هل الكتاب نفسه هيفضل ساكن لا مش هيفضل ساكن لو هو الوحده هيفضل ساكن لكن لو ماما دخلت وقصرت عليه وحرقته الكتاب هيتحرك ماما معيدي يبقى الجزء الاولاني من قانون يوتن مقبول الجسم الساكن ساكن انت بترجع بتلاقي السرير مكانه الدولاب مكانه كل اللي عافش في مكانه ما حدش يتفسح ولا خرج من مكانه الا لو قصرت عليه قوة وده الكلام اللي احنا بنقشه بس هنا حد بقى ايه ما لم تؤثر عليه قوة يبقى انا عايز محصلة القوة بتاعتي بتساوي صفر طيب الصيغة الرياضية لأي قانون هي عبارة عن ان انا بترجم الكلام ده في صورة رموز احنا اتفقنا مع بعضين ان القوة يعني ايه القوة يعني اف يبقى لما اقول الصيغة الرياضية لقانون يوتن زي ما هنشوفها دلوقتي سجما اف بتساوي صفر ايه سجما دي سجما دي يعني محصلة القوة يبقى دا شكل القانون قدام مننا اللي هو في الصيغة الرياضية سجما اف العلامة دي معناها محصلة القوة بتساوي صفر والقوة دي عرفتها منين من رمز الاف اللي موجود ده الصيغة الرياضية لقانون يوتن العول طيب حضرتك لو انا عندي كرة كده الكرة دي هتفضل ساكنة زي ما هي مش هتتغير حالتها الا لو الا لو ايه بقى جت حاجة شخص ما بدأ يبذل عليها شغل او مجهود فبدأ يغير من حالتها من حالة السكون لحالة الايه لحالة الحركة طيب بصوا معايا بقى الكرة دي هتفضل ساكنة ما لم حد يبدأ يزقها او يخبطها ومع ذلك هتتعود شوية كده وتقف لكن تبع لقانون يوتن اللي هو يستمر بنفس السرعة معناها انها تفضل متحركة بسرعة سبتة الى ما لا نهاية وطبعا دوت غير موجود في الطبيعة طبعا احنا عايزين ننقذ قوة الاحتكاك عشان نتأكد من الموضوع ده عايزين نلغي قوة الاحتكاك بقدر الامكان فنستخدم ما يسمى بالوسادة الهوائية تستخدم لتقليل قوة الاحتكاك القصور الزاتي احنا لسه كنا عمليين نقول ان القانون الاول لنيوتن اسم القصور الزاتي ايه تعريف القصور الزاتي بقى هي خاصية احتفاظ الجسم بحالته من حيث السكون او الحرق الجسم بتاعي عايز يحتفظ بحالته سواء كان ساكن او متحرك زي ايه انا عندي الكنبة دي او الاركية دي ساكنة حاولت زقها هتلاقي صعوبة وخاصة لو كان وزنها او كتلتها تقيلة مش هتتحرك طب حاولت تغيير تتحرك الكوشن اللي هي الخددية بتاعتها او البوف الصغيرة حيتحرك معك اذا كلما كانت كتلة الاشياء كبيرة كلما هتقاوم تغير الحالة بتاعتها طيب يبقى الاكسام عايزة تحتفظ بحالتها لو هي متحركة عايزة تفضل متحركة لو هي ساكنة عايزة تفضل ساكنة طيب لو حدتك كده مثلا ماشي في الشارع وخبط طوبة المفترض على حسب جاليليو وعلى حسب قانون نيوتن ان الكرة او الزلطة دي او الطوبة هتفضل ماشي لحد ما حاجة تقلل من حركتها اللي هو احتكاكها بالارض او يكون قدام منها عائق فتبدأ تتحول من حالة الحركة الى حالة الايه حالة السكون يبقى القصور الزاتي لجسم بيزداد بزيادة كتلته كلما زادت الكتلة كلما زاد القصور الزاتي لها يعني سيادتك لو حبيت تحرك الدولاب بتاعك هتلاقي صعوبة ده لان كتلة الدولاب كبيرة نسبيا فهيامل للاحتفاظ بحالته لحالة السكون تبعا لقانون نيوتن طب هنشوف امثلة تانية على القصور الزاتي غير ان انا احرك القركية او الكنبة او احرك الدولاب انتفاع الركاب للخلف عند تحرك السيارة فجأة الى الامام ودي حاجة بنشوفها كل يوم واحنا ركبين الاوتوبيس او المترو ان اول ما تبدأ السيارة او يبدأ المترو يتحرك لقدام سيادتك بترجع لورا تعالوا بقى نشوف ايه السبب دلوقتي ادي اوتوبيس الشخص اللي واقف جوه ساكن تبعا لسكون حركة الاوتوبيس شوفوا ردة الفعل اللي بورا دي اول ما الاوتوبيس تحرك طب دي سببها ايه هنشوفها كده بالراحة دي سببها القصور الزيتي الانسان هو واقف جوه الاوتوبيس واخد نفس حركة الاوتوبيس يعني الاوتوبيس ساكن في حضرتك ساكن زيه لما بيبدأ الاوتوبيس في التحرك بتبدأ الاقدام اللي ملامسة للأوتوبيس تتحرك معي بينما بقي الجسم عايز يحتفظ بحالته من حالة السكون فبالتالي بيفضل ورا زي ما هو والاقدام هي اللي بتندفع الى قدام فبالتالي بتبدو كما لو ان السيادتك اللي رجعت الورا حضرتك هو الأوتوبيس اتحرك أو المترو اتحرك فأقدامك اتحرك اتبع ليه بينما باقي الجسم حاول يحافظ على حالته من حالة السكون فيحدث الاندفاع إلى الخلف طب اندفاع ركاب إلى الأمام لو توقف الأوتوبيس فجأة لو انت ركب سيارة وفجأة السيارة دي حصل لها فرملت ايه لا يحصل؟ دعالوا نشوف أنا برضو في الأوتوبيس بس هيحصل ايه؟ هندفع إلى الأمام برضو عايزين نشوفها ونعرف تفسيرها ايه حضرتك دلوقتي والسيارة بتتحرك حضرتك بتتحرك معه يعني مش معقول السيارة مشت من مكان وراحت مكان تاني وانت لسه في المكان الأولى انت مكتسب الحركة في نفس اتجاه السيارة أو الأوتوبيس أو المترو اللي حضرتك ركبه ففجأة الأوتوبيس بيتوقف ايه اللي حصل للأقدام هنا؟ توقفت لأنها ملامسة لأرضية الأوتوبيس بينما باقي الجسم عايز يحتفظ بحالته من حالة الحركة فبيندفع إلى الأمام وده اللي بيسبب اندفاع الركاب إلى الأمام زي حضرتك كده لو انت ركب عربية وفجأة فرملت ممكن الشخص يخبط في التابلون اللي قدام منه وده بيسبب طبعا حوادث وبالتالي هم اخترعونا موضوع الحزام الأمام هو مش يعني حاجة كده ولا حاجة لأ دي حاجة مهمة لأنها بتمنع أن انت تصدم باللوح اللي قدام منها احنا هناخد بقى دلوقتي تجربة بسيطة كده عن المقارنة بين القصور الذاتي لجسمين مختلفة الكتلة الكتلة القصورية لو أنا عندي جسمين كده حسمي الأولاني أم واحد أم دي اللي هو ده ايه؟ الكتلة رمز الكتلة أم واحد وإم اتنين اللي هي يعني الكتلة الجسم الأول وكتلة الجسم الثاني اللي بينهم ده سلك زي الياي كده وده هضغطهم فجأة السلك ده لما ينفرد اللي هيحصل الكتلة اللي هي أم واحد هتروح في الاتجاه ده وبسرعة تسمى V واحد اللي هي سرعة الجسم الأولين الكتلة الثانية هتروح في الاتجاه ده وبسرعة بسميها V تنين اللي هي سرعة الجسم السين لما جمي يقيسوا السرعتين اللي بيتحركوا بيهم الجسم قالوا أن V2 على V1 ادتني مقدر سجل V2 اللي هي سرعة الجسم الثاني V1 اللي هي سرعة الجسم الأولين عشان رمز السرعة هو V ولما جمي يقيسوا كتلة الجسم الأولين على كتلة الجسم الثاني ادتني نفس المقدر السابق اخدوا بالكم من الكسر فوق V2 فوق V1 تحت لكن تحت فيه M1 هي اللي فوق الكسر وM2 هي اللي في المقام طب احنا عندنا قادر يديا بتقول لما يكون الجهة اليمين بتساوي اليمين يبقى الشمال بيساوي الشمال اهو مقدر سابت ونفس المقدر السابت هستنتج من ده ايه برافو عليكم ان M1 على M2 هي هي بتساوي نفس القيمة بتاعت V2 على V1 طب لو انا اعتبرت ان M2 جي بتساوي 1 كيلو جرام انا هاعتبرها بالوحدة اللي هو اه ابسط حاجة في الكيلو جرام اللي هو الواحد هاعتبر ان الكتلة M2 جي بواحد يبقى انا اقول كده M1 على واحد اللي هي قيمة M2 بتساوي V2 على V1 طيب لو انا دربت طرفين فواسطين يبقى انا عندي الواحد اللي هي في الكسر هتروف من ناحية التانية بعلامة ضرب يبقى M1 بتساوي 1 في V2 على V1 خدوا بالكو يا ولاد V2 على V1 دي عبارة عن ايه عبارة عن انها نسبة بين مين ومين بين سرعة الجسم ها التاني برافو على سرعة الجسم الايه الاولاني طيب الام واحد دي بسميها القتلة القصورية الكتلة القصورية القتلة القصورية تعرفها ايه تعرفها هي تساوي النسبة بين كلمة نسبة يعني فيه كسر تساوي النسبة بين سرعة وحدة الكتل يعني سرعة الجسم اللي كتلته واحد وسرعة الجسم نفسه عندما يتأثرهم بنفس القوة تعالوا نشوفها بالراحة كده الام واحد دي الكتلة القصورية بتساوي بصوا بقى النسبة بين مين وين فيتو فيتو اللي هي سرعته سرعة الجسم اللي كتلته واحد عشان كده بقول سرعة وحدة الكتل سرعة الجسم اللي كتلته واحد على سرعة الجسم نفسه اللي هي ايه اللي هي ام واحد يبقى ام واحد بتساوي واحد في فيتنين على في واحد نقول تاني الام هي الكتلة الفي هي السرعة تعالوا بقى نشوف ازاي المسائل بتجل احنا قلنا في الدرس السابق الخطوات اللي انا بعملها عشان خاطر احل المسألة اول حاجة اقرأ المسألة بتاعتش كويس المسألة بتقولي جسمان كتلتي هما 8 كيلو جرام و 1 كيلو جرام يتأثران بقوتين متساويتين احسب سرعة الجسم الاول علما بقى ان سرعة الجسم الثاني 4 متر لكل ساني انا بعد ما قلت المسألة كده عايزين نطلع لمعطيات بتاعتنا اولا هو بيتكلم على كتلتين تمام والكتلة رمزها M تمام يبقى انا عندي M1 و M2 8 و 1 طيب بعد كده هو طلب مني ايه طلب مني سرعة سرعة مين الجسم الاول طب السرعة يعني V والجسم الاول يبقى هو عايز V1 علما بقى ان سرعة الجسم الثاني برضو تكلم على سرعة يعني V والجسم الثاني يبقى V V2 داني مقدرها 4 متر لكل ساني يبقى انا طلعت المعطياتي وبما انه قال لي كتلتين وسرعتين انا هشتغل على القانون بتاعي M1 على M2 بتسوي V2 على V1 والمعطيات اللي انا طلعتها M1 بتمانية M2 بواحد وكمان V2 باربعة و V1 هي اللي مجهولة عندي اصبح الامر بالنسبة لي سهل كل اللي انا هعمله هعمل ايه هاخد الرمز واحطه اعوض عنه بقيمته يعني هاجي على M1 حطي 8 على M2 حطي 1 ال V2 باربعة و V1 مجهولة طبعا الناس الشطرة في رياضة طرفين في وسطين اقدر اجيب قيمة V1 اللي هي هتبقى 4 على 8 تطلع بنص ومنساش ان السرعة بتاعتي وحدة قياسها متر لكل سانية طب تعالوا نشوف كده يتحرك جسمين مختلفين في الكتلة بتأثير قوتين متساوية تينيبقى برضو اتكلم على جسمين وتكلم على كتلتين فكانت سرعة الاول ها ناس الشطرة في سرعة الاول يعني ايه V1 10 متر لكل سانية وسرعة التاني 8 متر لكل سانية يعني V2 ب8 متر لكل سانية احسد الكتلة القصورية للتاني يبقى هو عايز M2 اذا كانت كتلة الاول اللي هي M1 بكام بواحد كيلو جرام خلاص انا طلعت بقى بياناتي خلاص بقيت اشتر دلوقتي برضو هو اتكلم على كتلتين واتكلم على سرعتين هحط القانون بتاعي M1 على M2 بتساوي V2 على V1 وابدأ اشوف المعطيات بتاعتي V1 ب10 و V2 ب8 M1 ب1 والM2 هي اللي ايه هي اللي مجهولة ابدأ اعمل ايه اعوض M1 ب1 M2 مجهولة 8 على 10 بعملية رياضية بسيطة جدا طرفين فوسطين هتطلع 10 على 8 اللي هي تطلع 1 وربع وهنا انا بجيب كتلة يبقى وحدة القياس بتاعتي بايه بالكيلو جرام كمية التحرق كمية التحرق تعرفها هي كمية فيزيقية متجهة اه احنا خدنا كمية متجهة وكمية قياسية لا دي كمية متجهة يعني لها مقدار واتجاه تقدر بحاصل ضرب كتلة الجسم في سرعته اللحظية اذا الكتلة اللي هي M والسرعة اللي هي برافو اللي هي V لو حبيت اكتب القانون بتاعي هقولين كمية التحرق بتساوي M في V ال M اللي هي معادلة ابعدها ال M رمز ال M الكابتل خدنا الكلام ده الدرس اللي فات الكتلة معادلة ابعدها او الرمز اللي برمز لها بيه هو ال M طب والسرعة خدنا معادلة ابعد السرعة في الدرس السابق للناس اللي فاكراها برافو L T سالب واحد سوريا ولد فيه سالب هنا فوق T L T سالب واحد L T سالب واحد طيب بالنسبة لمعادلة الابعد حلقيها حطهم جنب بعض هتبقى معادلة ابعد كمية التحرق M L T سالب واحد السالب ظهر معانا M L T سالب واحد طيب لو انا جيت اتكلم على وحدة القياس احنا اتفقنا ان معادلة الابعد غير وحدة القياس وحدة القياس عندي الكتلة انا بقسها بايه بقسها بالكيلو جرام طب والسرعة بقسها بالمتر لكل ثانية طب هنا اتوقع بقى هنا وحدة القياس بتاعتها هتبقى ايه ال M و V لتنين جنبه بعض يبقى انا هاخد الوحدة بتاعت الكتلة جنب الوحدة بتاعت السرعة وكون بيها وحدة قياس كمية التحرك اللي هي هتبقى K G M لكل ثانية تربيع كيلو جرام لكل متر على الثانية تربيع دعالوا بقى نشوف المسألة كده جسم كتلته ثلاثة كيلو جرام هنا اتكلم على الكتلة بسرعة منتظمة قدرها 200 سنتيمتر لكل ثانية هنا استخدم وحدة الايه السنتي قالك احسب كمية التحرك بالوحدة الدولية احنا درسنا يا ولاد قبل كده في الدرس السابق الوحدة الدولية والوحدة وحدات القياس اخدنا النظام جاوس ناس اللي فكر النظام جاوس بقيس فيه الكتلة بالجرام المسافة بالصمتي وبقيس زمان بالثانية لكن النظام المتري او النظام الدولي سواء كان المتري او المتري المعاصر بقيس فيه الكتلة بالكيلو جرام والمسافة بالمتر. اذا هو طلب مني بالوحدة الدولية. يعني هو عايزها ايه? عايزها بالمتر. هنا لازم ان اعمل عملية تحويل. غير مقبول ان انا حل المسألة بالشكل ده من غير عملية التحويل. كده حضرتك معناها انك انت مش فاهم يعني ايه وحدة دولية. يبقى انا هحول السنتيمتر لمتر. طب الناس بتوع الرياضة احنا درسنا قبل كده في الابتدائي ازاي احول من سنتي للمتر. المتر في ميت سنتي. اذا انا هاخد الرقم اللي عندي واقسمه عالمية عشان اطلع قيمة السرعة بتاعتي بالمتر لكل سنة. طيب المسألة دي قال لي فيها سرعة وقال لي فيها كتلة ما ليش كتلتين. ما ما انفعش اشتغل على القانون اللي كنت لسه اشغل عليه في المسألة. يبقى اذا البيانات او المعطيات اللي بيتهالك في المسألة هي اللي بتحدد لك انا هاخد او هشتغل على القانون. هو طالب كمية التحرك. كمية التحرك اكتب القانون بتاعي. كمية التحرك بتساوي mv. الام بتاعتي هو مدهاني بتلاتة. السرعة مدهاني بمتين سنتي على كل متر. فابدأ ان انا احط ميتين على ميتين سنتي. هحلا بالشكل ده كده. اي دي هكتب القانون بتاعي. ما انساش القانون. لانه علي نص درجة المسألة يا ولاد. كمية التحرك بتساوي mv. قولنا الام كتلة. والv سرعة. هنفضل نكرر كده لغاية ما هنحفظ ان شاء الله مع بعضينا. هبدأ اني انا اعود عن الام بتلاتة. هعود عن الv بميتين على مية. ليه? عشان احولها برافو. فيطلع لي بستة. ووحدة القياس كيلو جرام متر لكل سانية. علشان خطر دي وحدة القياس كمية التحرك. حتى لو انت معرفتهاش. ما هي الكتلة بالكيلو جرام. والسرعة بالمتر لكل سانية. واللي بينهم علامة الضرب اللي انا بحط النقطة دي او البوينت اللي بينهم هما الاثنين. معناها ان هما مضروبين مع بعض. القوة. احنا قلنا ان القوة يطلق عليها فورس. وبالتالي برمز لها بالرمز F في الكلام بتاعي. القوة هي المؤثر الخارجي الذي يغير من سرعة الجسم مقدارا واتجاها او كلايهما. يعني القوة عندي مؤثر خارج الجسم. ممكن يغير من سرعته او اتجاهه. ممكن يغير من السرعة بتاعته مثلا هو سرعته بطيئة. القوة هتدفعه الى الامام فسرعته تزداد. او القوة تعمل على ايقافه. فممكن تقلل من سرعته او توقف الجسم او ان هي تغير من اتجاهه. زي الرجل بيشوت الكورة كده. ممكن يقوم خبطها عالجنب او يدفعها الى الامام او يوقفها على اه برجله كده. اتزان القوة. انا عندي قوة متزنة اللي هي سجما اف بتساوي صفر. سجما اف اللي هي مجموع القوة بتساوي صفر. عندي بقى قوة غير متزنة اللي هي سجما اف لا تساوي صفر. يعني انا عندي قوة ولكنها غير متزنة غير متزنة يعني غير متساوية وفي قوة فيهم بتقصر على التانية تعالوا نشوف كده لها بتشد الحبل بتاعت زمان الفريقين قوتين متساويتين وفي عكس الاتجاه شايفين الفيونكة او الشرب الاحمر اللي محطوط فوق الامع ده مش هيتحلط من مكين ليه بقى لان هنا القوة في عندها اتزين طب لو احد القوتين بقى بقت اكتر من التانية لا بصوا بقى اتعملت ايه بدأ الفريق منهم ينحز ناحية التاني وبدأت فيهم كالحمرة بتاعت دي تتحرق من موضع الاتزام بتاعتها وهنا دي بقول ان هذه القوة غير متزنة انواع القوة السنية دي عندنا اربع انواع من القوة قوة الجاذبية اللي هي قوة الصقلية القوة القهروماغناطيسية قوة نووية صغيرة وقوة نووية كبيرة تعالوا بقى نراجع كده احنا خدنا ايه خدنا قانون ميوتن الاول وقلنا اللي كان بيقول يبقى الجسم الساكن ساكنا والجسم المتحرك متحركا في خط مستقيم وبسرعة منتظمة ما لم تؤثر عليه قوة خارجية هذه القوة قد تغير من حالته كمان اخدنا الوسادة الهوائية اللي بستخدمها لتقليل قوة الاختكاك كلمنا على القصوري الزيتي وهو خاصية احتفاظ الجسم بحالته سواء كانت سكون او حركة من حيث سكون او الحركة كلمنا على القتلة القصورية وقلنا ان هي النسبة بين سرعة وحدة الكتل وحدة الكتل يعني الكتلة اللي وحدتها واحد وسرعة الجسم عندما يتأثرون بنفس القوة كمية التحرك ضرب كتلة الجسم في سرعته يعني mv القوة ودي مؤثر خارجي بيغير من سرعة الجسم ممكن تزودها او تقللها مقدارا او اتجاها كمان في نفس الاتجاه او في اتجاه اخر يبقى لنا ايه بقى نشوف الكلام ده بيجي ازاي بيقول لي اكتب اسم المفهوم العلمي خاصية احتفاظ الجسم بحالته من حيث السكون والحركة كلمة اسم المفهوم العلمي يعني عايز التعريف بتاعي خاصية احتفاظ الجسم بحالته من حيث السكون والحركة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن خاصية القصور الزاتي علل اندفاع ركاب الوتوبيس للامام عند توقف الوتوبيس فجأة احنا ممكن نقول بس كده نكتفي ونقول بسبب خاصية القصور الزاتي طبعا حضرتك عارف ان الركاب حاولوا يحتفظوا بحالتهم من حالة الحركة بينما ايه؟ بينما الوتوبيس هيتوقف فبالتالي هما هيندفعوا الى الامام اسكر استخدام الوسادة الهوائية تستخدم لتقليل قوى الاحتكاك اسكر قانون نيوتن الاول مع ذكر الصيغة الرياضية له القانون اسكر قانون نيوتن الاول عايزي لنص بتاع القانون بيقول ايه نص القانون؟ يبقى الجسم الساكن ساكنة ويبقى الجسم المتحرك في خط مستقيم متحركة بسرعة منتظمة ما لم تؤثر عليه قوة خارجية تغير من حالته طب ايه الصيغة الرياضية بقى؟ الصيغة الرياضية اللي هي ان انا حولت الرموز اللي هي سجمة اف تساوي صفر احنا كل قانون احنا اخد له صيغة الرياضية خاصة به ده دي الصيغة بتاعة قانون نيوتن الاول تذكر اسم المفهوم العلمي النسبة بين سرعة وحدة الكتل وسرعة الجسم عندما يتأثران بنفس القوة دي تعريف ايه؟ تتعريف الكتلة القصورية طيب كمية فيزيقية تقدر بحاصل ضرب كتلة الجسم وسرعته مين اللي حاصل ضرب الكتلة في السرعة؟ برافو كمية التحرك المؤثر الخارجي الذي يغير من سرعة الجسم مختاراً او اتجاهاً او كلايهما القوة بص ياولاد ده مراجعة كده على الدرس اللي فات عشان انا عايز اوضح نقطة في الاسئلة فيها العجلة المنتظمة اللي بتتحرك بها الاجسام السقطة سقوطاً حراً نحو الارض دي طالما قال لي عجلة وقال لي ارضي بقى على طول هتبقى عجلة السقوط الحر هو ممكن اجيب التعريف بتاعي من او المنطوق بتاعي من التعريف نفسه هنا بقى عايز اوضح لك واحدة دلوقتي انا مديني تلات اجابات احدهما صحيحة والاخرى اقصر صحة والتلتة غلط في الحالتين دول انا دلوقتي لو اخترت الاجابة الصحيحة قد يكون السؤال اجابتي غير دقيق ليه لان في في التلات اختيارات عندي اه اجابة اصح يبقى انا هنا دلوقتي باخد الايه باخد الاصح يعني الكتلة هي كمية قياسية واحدة قياسها الكيلو جرام الكلام ده صح ولا غلط طب الكتلة كمية متجهة ولا الكتلة كمية قياسية احنا عارفين ان الكتلة مش كمية متجهة لان الكتلة دي عبارة عن ايه مقدار آآ ما يحتوي الجسم من مادة فبالتالي هي مش كمية متجهة هي كمية قياسية لكن انا عندي تحت كمية القياسية وعندي فوق كمية قياسية وحده قياسها الكيلو جرام مين فيهم الايجاب القضاك او اitchوقا اصح طبعا هتبقى الاولانية اللي هي كمية كمية قياسية وحده قياسها كيلو جرام هالمعنى كده ان هنا كتبت كميت قياسية بتبقى خطأ او خطأ وهنا هتقولي خطأ ليه هقولك خطأ لان هناك ما هو اقصر صحة منها يبقى انا دلوقتي النهاردة اتكلمنا على تجارب جاليليو اللي قدمها للعلم وازاي نيوتن اخذ التجارب دي وبدأ يبني عليها القوانين بتاعته وبدأ يدرس صحتها من عدمه ووصلوا هما الاتنين لنفس الموضوع ان الجسم الساكن عايز يحتفظ بحالته بينما الجسم المتحرك عايز يظل متحرك زي ما هو لما ده اختلف بالوضع اللي حاصل عندنا في الطبيعة وجه التفسير ليها وهي ايه وهي ان حطوا شرط عدم تأثيره باي قوة اذا لو تدخلت قوة في الموضوع هتغير من حالة الجسم يبقى هنا فقط شرط من شرطه وقالك هيفضل مستمر في الحركة ما لم تؤثر عليه قوة تغير من ايه تغير من حالته القانون بتاع نيوتن ليه نص اللي هو اللي احنا قلناه بقى شوفه عدناه كم مرة في الحلقة المفروض بقى انتوا تقولوا معي كده دلوقتي اللي هو عبار عن انه يبقى الجسم ساكن ساكنة ده خلاص امره مسلم بيه ويبقى الجسم المتحرك متحرك بس ايه في خط مستقيم وبسرعة منتظمة وحط الشرط الاكبر ما لم تؤثر عليه قوة تغير من حالته كمان اخدنا مع بعضينا الصيغة الرياضية للقانون سجما اف بتسوي صفر طب اللي بش عارف فيه كتب سجما ارسمها زي ما هي دي علامة رياضية معناها محصلة القوة او مجموع القوة بقى حد هيقولك لا دي ام نايمة على جنبها دي دابلو ايا يكون الشكل اللي انت اريها بيه ارسمها زي ما هي كده دي صيغة لكلمة محصلة القوة محصلة القوة عندي بتسوي صفر وعرفنا ليه بيطلقه على قانون نيوتن قانون القصور الزاتي عرفنا اصلا يعني القصور الزاتي قصور الزاتي قالك ان الاجسام بتميل للاحتفاظ بحالتها من حالة السكون او الحركة تمام كل جسم عايز يحتفظ بحالته مش هيغير حالته الا لو جات مؤثر خارجي من بره غير لي الحالة اللي انا فيها طب المؤثر الخارجي ده اسمه ايه اسمه القوة والقوة هي عبارة عن مؤثر خارجي تغير المؤثر خارجي وبتقدي الى تغيير سرعة الجسم مقدارا او اتجاها او كلاي هما يعني يتغير سرعته يتغير اتجاهه يا كمان ممكن تغير سرعته واتجاهه دي بالنسبه الايه بالنسبة للقوة كمان اخدنا حاجه اسمه الكتلة القصرية ناس كتير جدا بتستاضع بالتعارف ده ليه تستصعبه وهو اصلا انت ممكن من خلال القانون تقول لتعارف بتاعك يعني الكتلة القصرية هي النسبة بين سرعة وحدة القتل يعني هي سرعة وحدة القتل يعني سرعة الجسم اللي الكتلة بتاعته تسوي الوحدة الوحدة عندي اللي هي ايه اللي هي واحد كيلو جرام والتانية سرعة الجسم نفسه اللي انا عايز اجيب كتلته القصورية يبقى اذا انا ممكن اجيب التعريف من النص من الصيغة رياضية او العكس احنا فرضنا حلقة قبل كده ياولاد ازاي اقدر اذاكر فيزياء ازاي اذاكر فيزياء قلنا ان بيقابلني صعوبة منها دي منها التعريف يا اما افهمه يعني انا بص كده اه ده في اتنين فوق وزيت الكتلة بتاعتها واحد واحد تحت ودي الكتلة بتاعتي افهم التعريف هقدر احفظه يا اما اقسمه وابدأ احفظ كل مقطع لوحده عشان اقدر اسهل علي طيب كتير مننا يقولوا احنا لما بنيجي نحفظ التعريف احنا بدأنا خلاص كده هون اخد كذا قانون وكذا تعريف ان احنا بتدخل التعريف مع بعضيها طب نحل الموضوع ده ازاي قلنا الكلام دوت واحنا عاملين حلقة كانت مفردة كلها ازاي تذاكر الفيزياء اكتب هات ورقة واكتب التعريف بتاعك هتكتب رأس التعريف يعني مثلا نكتب قانون نيوتن واكتب تحت السيغة بتاعت قانون نيوتن هستخدم نفس لون الالم ده بساعدتي في حاجتي اولا وانا بكتب فيه عندي في دماغي حاجة اسمها الفوتو ميموري يعني انا ببدأ احفظ الشكل اللي قدام مني والقلم وانا بكتب كل ده انا بساعد عشان خاطر بساعد نفسي او بتحيل على نفسي علشان خاطر افهم الصعب اللي بالنسبه لي طيب هعمل ايه وانا بكتب كده عنية بتفضل معي وانا بكتب وياريت لو انا استخدمت مثلا الم بلون معين ليه عشان دايما يبقى فيه ارتباط شرطي بين اللون وبين شكل النص وبين الكلام بتاع النص بتاعي بتاع التعريف كمان التكرار يا ولاد انا كتبت التعريف ده وتحفظت دلوقتي لو نسيته واهملته ده بيخليني انسى وبيخلي الحاجة اللي غير دايما معك في زاكرتك انت اول ما بتحفظ بيتحفظ عندك في حاجة ما يسمى بزاكرة مؤقتة لانا بحفظها وقتها ويمكن لو جيت بالليل سمعتها لي تمام ولو المسطر الصبح او هتسمعلي التعريف هلاقي نفسي حافظه بس بعد اسبوع اتنين تلاتة هلاقي نفس نسيته وتفضل تقسم انك انت زاكرت وحفظت ولكن طار مفيش حاجة بتطير دماغك دي شغالة وبتحتفظ بالمعلومات بس ازاي ما تقول كده عايزك كل شوية تصنفر المشاكل او الحاجات اللي حواليها وتبدأ تلمحها فتظهر لك مرة تانية يبقى اذا انا ممكن اعمل ايه كل طول السنة الدراسية بتاعتي انا النهاردة اخدت كم تعريف اخدت حوالي ثلاث تعريفات ابدأ اجيب ورقة وحطها فيهم الدرس الاولاني اخدنا حوالي خمس تعريفات على بال ما تخرس اخر السنة كده هلاقي نفسي عندي ورقة تحتوي على كافة التعريفات بتاعتي ما فيش مشكلة انا من وقت للتاني او يكون صبح علي امتحان اراجع وبص فيها كمان فيه طريقة تانية للحفظ احنا قلنا دولتي ايه الفهم وقلنا ان احنا هنكتب اوكي طيب انا لا دي ولا دي جايب معايا نتيجة اعمل ايه انتو فيه في دماغكو افكار كتيرة وحلوة دور في نفسك كده على ملكة تكون بتميزك عن الاخرين حاجة احفظ وبنسف طب ما انا ممكن اساسا امسك للتليفون واسجل علي التعريف واحطه بعد كده في السماعات في الاربيس وابدأ اسمع الايه اسمع الكلام اللي بتقال تكرار بحفظ لان حضرتك بتحفظ الاغاني ازاي ما هو منتكرار كلك وكلكو حفظين الاغاني ليه يبقى اذا انا لو حطيت التعريف دوت وسمعته يا سيدي وانت بتكوي هدومك وانت ماشي في الشارع وانت جاي تنام اسمع التعريف هتلاقي نفسك ودانك كمان حفظي يبقى انا ممكن احفظ القلم وحفظ عناية وحفظ وداني كل الحواس بتاعتي تبقى اللي هي ايه يعني تساعدني في حفظ الحاجة اللي عادي احنا دلوقتي اخدنا النهاردة قانونين قانون القطلة القصورية وقانون كمية التحرق وما زال المنهج فيه العديد من القوانين ولكن لو انا بسط كده هلاقي نفسي في بعض الرموز بدأت تتقرع زي ما اخدناها في معدلات الحركة الجرس السابق واخدنا اللي هي كانت بتقول VF بساو VNOTZAT ما هي دي اللي V اتقررت معي اذا انا دلوقتي بدأت مع الممارسة او مع التمرين بدأت بعض المعلومات تفضل ثبتة في الدمير زي ايه زي ان انا اخدت القوة القوانين نيوتن هتتكلم عن القوة هياخد الثلاث خوانين فيهم حرف الف حرف الف ده اللي هو مين اللي هو القوة اذا لما ابدأ اخد مثلا بعد كده الحركة الدائرية او القانون الجذب العام واجه اقول لك F خلاص انا مش محتاجة ان انا اقول لك دلوقتي F دي يعني قوة لان حضرتك اكتسبت خبرة حفظ رموز بتاعتش ما عندناش رموز كتير قوي ولكن التكرار التعامل مع الرمز هتبدأ تحفظه يبقى خلاص انا القوة خدتها في قوانين نيوتن زي ما خدتها في الحركة الدائرية زي ما خدتها في خانون الجذب العام زي ما خدتها في اي درس خلاص ال F هي القوة كمان ايه تاني السرعة السرعة رمزها V V جاية من كلمة ايه من قولنا جاية من الكلمة اللي هي بالانجلش اللي هي بدايتها حرف الف ترجمة كلمة السرعة طب انا احفظ الكلمة لا يا سيدي انا مش عايزك تحفظ الكلمة لكن حضرتك ارتبط بان V يعني سرعة اصبحت بقى V1 يعني سرعة الجسم الاولين V2 يعني سرعة الجسم الثاني عشان ما يحصلش لغبطة احنا الدرس السابق اخدنا حاجه اسمها VF و VNOT تفهم بقى حضرتك VF و VNOT هي سرعة جسم واحد بس سرعته اللي ابتدائيه وسرعته النهائيه يعني مثلا هقول لحضرتك حاجه حضرتك راكب اوتوبيس الاوتوبيس بدأ يتحرك دي سرعته الابتدائيه اللي هي VNOT بدأ يتحرك لقدام ويمشي يبقى دي سرعته النهائيه اللي هي VF يبقى حرف V وجنبه النوت يعني سرعة ابتدائيه حرف V وجنبه الف اللي هي سرعة النهائيه لمين لنفس الجسم لنفس الجسم لكن تعال خلي الاوتوبيس ماشي بسرعته ايان يكن وجنبه مسلا سياره تاكسي مسلا ده عندي جسمين يبقى سرعت الاوتوبيس هي V1 وسرعت العربية هي V2 يبقى اذا انا عندي V عارفنا انها سرعة VNOT سرعة ابتدائيه للجسم VF سرعة نهائيه لنفس الجسم V1 سرعة الجسم الاولاني V2 لسرعة الجسم التاني خالص ماليش دعوه بسرعة الجسم الاولاني طي اذا انا اي مشكله هتقبني في الفيزياء ان شاء الله هنلاقي ليها حل وحل بسيط جدا بس حضرتك ركز فين ركز في المذاكرة انا يعني ما اجيش بقى على حاجة اقول لا انا خلاص انا مش عارف احفظها فيحصل بيني وبين المادة اه بسموها ايه ما كملش مذاكرة فيها انت لو ما كملتش مذاكرة في المادة وحسيت في صعوبة فيها هتبدأ تتأخر فيها واستحال انك انت تحقق عملية النجاح بس انا لازم اعرف انا دلوقتي مش عارف المادة دي بالنسبة لي فيها صعوبة ليه هل انا ما بحبش المادة ما بحبش الرياضيات ما بحبش المسائل هل انا ما بحبش الحفظ هل انا بحفظ وبنسأ يبقى انت لو حددت مشكلتك مع المادة هتقدر انك انت تحدد انت هتشتغل على ايه الحلقة السابقة اتكلمنا على العديد من التعريف وكان التعريف ثلاث او اربع سطور في ناس بتجد صعوبة في عملية الحفظ احنا قلنا لها الحل قلنا لها الحل بحلول كتير اختار الحل اللي ينسبك طيب في ناس بقى بالنسبة لها مشكلة المسائل وطبعا المنهج الفيزياء مليء بالقوانين واللي لها علاقة بالرياضة زي مثلا احنا اخذنا نهاردة القانون بتاع كمية التحرك اللي هي mv ده ابسط صورة للقانون اخذنا القتلة قصرية اللي هي m1 على m2 بتسوي v2 على v1 وهو عتنسى ان الكسر متشكلب يعني لو حطت m1 فوق و m2 تحت لازم الناحية التانية احط v2 هي اللي فوق و v1 هي اللي تحت حتى لو عملت اللي هو الكروس اللي هو الطرفين في وسطين هتطلع لك m1 اللي هي قتلة الجسم الاولاني في v1 بتسوي m2 في v2 لو انا شقلبت الكسر اذا انا ضيعت دركة القانون وطبعا النتيجة هتطلع معي مش مزبوط طب احنا قلنا قبل كده احنا نحل المسألة ازاي اول حاجة لابد من قراءة المسألة من الاول للاخر وبعد كده بالقلم الرسوس الصغير حط خط تحت المعطياتك وشوف المعطي اللي هو من دهولك ده يعني لو يتكلم وقال لي مثلا سرعه يبقى انا عرفت انها فيه طب ما قلش قال بعد مش عارفة كم ثانية طب ما هو الثانية دي يعني زمن ابدأ اطلع الرموز بتاعتي وطلع القلمة بتاعتها يبقى ارى المسألة كويس اطلع الرموز بتاعتي مجرد مرسيت الرموز قدام مني قدرت احقق القانون النهار ده احنا بنحل كده انت كان عندك القانون اللي هو فيه كتلتين وسرعتين اذا لازم ان هشتغل على قانون في ام واحد وام اثنين وهاشتغل على قانون في في السرعة يبقى انا المعطيات بتاعتي وصلتني ليه القانون بتاع اللي انا هشتغل عليه واياك اياك اياك انك لما تحل مسألة ما تكتبش القانون بتاعك لانه نص درجة اللي بسألة على القانون تيجي تقول انا حل الامتحان كله بس انا مش عارف ليه دركتي قلت بتبقى فيه فنيات كده لازم عشان احلي مسألة لازم ان اكتب القانون بتاعي طب القانون بتاعي ده هجيبه منين هجيبه من وحدات القياس اللي انا طلعتها اللي انا طلعتها منين من قراءتي الزكية للمسألة طيب بعد ما انا طلعت المعطيات وكتبت القانون يا سيدي تعالى شيل الرمز وحط قمته طب انا ما بعرفش الرياضة او ما بحبش الرياضة او يعني بتلخبط فيها خد المعادلة اللي قدام منك ونقلها على الالة الحسبة بتاعتك زي ما هي كسر زي ما هي ضرب ز زي ما هي مرفوع القص اثنين مرفوع القص ايا يكون اكتبها زي ما هي والنتيجه لتطلع للك حاس بحطها وما نساش في الاخر ان انا لازم ايه احط وحدة القياس قاس مهمه مان في المسألة طب اجيبها منين وحده القياس شوف حضرتك بعد كلمه احسب دور كده في قلب مسألة بتاعتك على كلمه احسب وشوف احسب galera هيقول لي احسب العجلة يبقى انا بتكلم على متر الكل سانينيه تربيع edition هيقول لي احسب الصرعة يبقى واتكلم على متر الكلسانيه هيقول لي احسب القتلة يبقى أنا بتكلم على إيه؟ على الكيلو جراوم يبقى أنا دلوقتي عملت اللي عليها كتبت قريت المسألة طلعت البيانات طب أنا ما بعرفش أطلع البيانات واحدة واحدة حنتدرب عليها حل مسألة واتنين وتلاتة أنا مش هقعد أحل مسألة وأقول لك لأ خلاص أنا مش فهم وهسيبها كل مسألة فيها أفكار كتابنا مليان مليان من المسائل واللي بتحتوي على العديد من الأفكار حل وشوف النتيجة بتاعتك هو الكتاب كتب لك النتيجة النهائية شوف أنت طلعت النتيجة زيها ولا لا والله لو طلعت زيها بقى أنت وخلاص وصلت للنتيجة بتاعتك وانت شخص ممتاز لقيت في اختلاف إلجأ لمدرسك في الفصل إحنا بنحل إن شاء الله مع بعضنا كل المسألة اللي في كتاب شوف الطريقة اللي بتتحلي بيها يبقى أنا دلوقتي هقرى المسألة هطلع معطياتي هحط الأرقام بتاعتي الرموز اللي طلعتها طلع منها القانون كتبت القانون عودت عليه خط القيمة بتاعتي وحطتها على الألة الحزبة أي أن يقم الرقم اللي على الألة الحزبة صدقني الألة الحزبة هتعرف تحسب لك حتى أخذها وتحطها بجانب النتيجة وتحط وحدة القياس وحدة القياس إحنا الدرس الأولاني كله كان عن وحدة القياس وعرفنا إن الطول يقاس بالمتر الكتلة بتقاس بالكيلو جرام في عندي وحدات ما تسمى وحدة مشتقة يعني إيه وحدة مشتقة يعني الوحدة بتاعتي عبالة عن حكتين أو ثلاثة زي ما بقول السرعة متر لكل ثانية إذا أنا استخدمت وحدتين استخدمت إيه استخدمت الكتلة اللي هي M واستخدمت السرعة اللي هي إيه الكتلة بتاعتي مثلا سوري المسافة بتاعتي M واستخدمت الزمن اللي هو مش فيه لأن السرعة بتاعتي بتحتاج إلى معرفة أنا مشيت مسافة قد إيه وفي زمن قدره قد إيه فإذا طالما أنا مشيت مسافة بيهيكتب المتر اللي هي M أو الشرطة الميلة دي اللي هي الكسر وعندي ال S بتاع السرعة لكن لما كي العجلة حلقيها دي متر لكل ثانية تربيع يعني M اللي هي المسافة سلاش أو العالمة الميلة أو خط الكسر أو اللي احنا بنقول عليه لكل إيه ثانية تربيع يبقى وحدة قياس العجلة إيه متر لكل ثانية تربيع طيب تتوقع يا أولاد وحدة قياس القوة بما أن الرجل العالم تعب معناه أحط لنا ثلاث قوانين للقوة وحدة قياس القوة هتبقى إيه؟ هتبقى نيوتن هتبقى نيوتن تبقى لإسم العالم دايماً حاول تفكر نفسك أو تربط نفسك بالحاجة اللي أنت عايز تحفظها تربطها بحاجة تفكرك بيها عشان دايماً تفضل باستمرار شغالة معك طيب هل في ناس مثلاً تشتكي وتقول أنا دولتي أنا قريت وذكرت وحفظت وتمام تمام وسمعت وعملت كل ده وبدأت ما ما فهمش برضو الكلام اللي بتقوليه طيب يبقى إيه يبقى أشوف هنشوف المشكلة عندي في إيه إذاً يعني حاول مع نفسك أنت يعني شخصك هتعرف ملكاتك وتستفيد بيها مادة الفيزياء مادة جميلة إن شاء الله نكمل مع بعضينا الرحلة أرجو أن تكونوا استفدتوا معنا النهاردة في حلقتنا وأي أسئلة هسعد بي الرد عليها الحلقة هتزاع على اليوتيوب للقناة وتحياتي وأراكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته